أكثر من ثمانية آلاف حادث مروري خلال العام الماضي وفقاً لسجلات مديرية المرور العامة التي أشارت إلى أن أكثر من ألفين شخص راحوا ضحية لهذه الحوادث وحملت تقرير نحو ثمانين في المائة من الحوادث المرورية على سائق المركبات إضافة إلى وعورة الطرق وتخسفاتها كثير من السواقع مع احترامات إلهم ملتزمون بالقواعد السير وأنظمة المرور يعني نشوفه يعني جا يمشي بالطريق له يخابر له يعني ما ملتزم بقواعد السير أكيد هو الحادث قضاء وقدر وما متحمد بس لازم إحنا نلتزم طرق يعني اللي هي عندنا مال ساحة عدن المتأثرين بي إحنا الله شاهد يعني بحيث دمرنا بحيث جسر مالي الشواكه جسر اليو براء على جامع براثة بحيث دمرنا إحنا سواق الله شاهد يعني كثير من الحوادث المسجلة تقع على الطرق الخارجية السريعة والتي باتت تعرف في العراق بطرق الموت إثر ذلك أعلنت دائرة المرور عن إطلاقها خطة للسيطرة على تلك الطرق باستخدام الحواجز المرورية والرادارات الحديثة للحد من السرعة المفرطة على الطرق الخارجية كل 50 كم سيكون هناك مركز للمرور يحتوي على أربع عجلات بالإضافة إلى تزويد هذا المركز بكاميرات مراقبة ورادارات السرعة الثابتة والمتحركة التي سوف تنصب على دوريات المرور جواله مديرية المرور العامة لفتت إلى أنها شرعت بتنفيذ خطة السيطرة على الطرق الخارجية بشكل تجربي في عدد من الطرق المحيطة بالعاصمة بغداد فيما يصف مختصون خطط مديرية المرور بالآنية داعينا إلى إيجاد حل دائمي لمشكلة الاستيراد العشوائي للمركبات الشوارجات قد تكون في نظر الآخرين هي جيدة نعم لكنها آنية لأنه هي ما حسبت حسابات الاستيرادات المستمرة الاستيراد العشوائي حسب إحصائيات مديرية المرور نتأكد على أنه أكثر من أربع مليون سيارة داخل بغداد هذه في داخل بغداد يعني السيارات محصولة في بغداد تفوق عدد المركبات في العراق القدرة الاستيعابية للشوارع بعشرة أضعافها وفقا لوزارة التخطيط حيث يوجد في بغداد وحدها ما يفوق المليونين ونصف المليون مركبة نوعية الشوارع وتخسفاتها والاستيراد العشوائي للمركبات ومتانتها وعدم التزام السائقين بإرشادات السلامة عوامل تستمر في حصد الآلاف من أرواح العراقيين سنويا رغم المحاولات الحكومية للحد من وقوع الحوادث أسعد الزلزل الحرة بغداد ترجمة نانسي قنقر